موسيقى قرر برلمنيون ومستشارون بالبرلمان المغربي التبرع بأجرة شهر المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا وشارك 395 برلماني بمجلس النواب و120 عضوا بمجلس المستشارين في عملية التضامن لمواجهة هذا الوباء بالتنازل عن أجرة شهر أبريل بالنسبة للبرلمانيين وثلث الأجرة بالنسبة للمستشارين لفائد الصندوق مواجهة كورونا الذي أحدثها أخيرا ويتقضى البرلماني مبلغ 26 ألف درهم مما سيصل مبلغ التبرع للصندوق للبنيار و375 مليون سنتيم في نفس الاتجاه قرر عثمان بن جلون رئيس بنك إفريقيا تخصيص كل أرباح البنك لثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة لفائدة صندوق مواجهة الوباء إضافة إلى تخصيص مجموعة شركة أفريقية لمليار درهم كمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا وصدر اليوم مرسم في جريد الرسمي يقضي بإحداث صندوق بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تبلغ احتمادته 10 مليار درهم وكان الملك محمد السادس قد عطى تعليماته السامية نهاية الأسبوع الماضي للحكومة قد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا ما تنسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام